مساء الخير دنيز مساء الخير مهر يعطيك العافية رحب فيك معنا شكرا إليك دنيز هل من رد عربي إيجابي على الجواب اللبناني على المبادرة العربية؟ يعني حتى الآن لا يزال لبنان يترقب الرد العربي على رده على المبادرة العربية والدولية تكشف مصادر ديبلوماسية أن الانطباع الذي خلفه مضمون الرد لدى الدول العربية هو عدم الرضا فيما تؤكد المصادر أن القناع العربية والدولية باتت شبه مؤكدة بأن السلطة الحالية عاجزة عن الالتزام بأي قرار من شأنه معالجة الوضع اللبناني وبالتالي وانطلاقا من قرار عربي ودولي بعدم التخلي عن لبنان فإن مسار دعمه الذي انطلق من بيان جدة السعودي الفرنسي بتحديد مكامل الخلل وخارطة الحل والذي توسع لاحقا إلى مبادرة مشتركة مع الدول الخليجية والعربية وأيضا الأوروبية والأمريكية هذا المسار سيستمر وصولا إلى قرار أممي يمكن أن يترجم النقاط التي وردت في المبادرة العربية ووسط هذه الأجواء طلق المسؤولون في السلطة أربعة رسائل أساسية من الفاتيكان العامل بشكل أساسي على خطي فرنسا وأمريكا حملها وزير خارجية الفاتيكان بول جالاجير الرسالة الأولى الحفاظ على الدور المسيحي والتشديد على أن إضعاف المسيحيين سيخل بالتوازن الداخلي وبهوية لبنان الرسالة الثانية على المسؤولين اللبنانيين العمل من أجل بلادهم وليس من أجل مصالحهم الخاصة والرسالة الثالثة تأمين العدالة لضحايا انفجار الرابع من آب أما الرسالة الرابعة والمهمة فهي الدعوة إلى وقف استخدام لبنان من أجل المصالح الخارجية يبقى أن فكرة رعاية الفاتيكان لحوار سياسي لبناني تبدو مستبعدة بعد تأكيد جالاجير أن أي حوار من هذا النوع يتطلب أن يوجه كل المشاركين بالحوار من مختلف الأطراف طلبا بذلك من قداسة البابا اشتركوا في القناة